لكن زي ما احنا متعودين تعالوا في البداية نتعرف على الخبر الثقافي اللي معانا النهاردة وطبعا مع اقتراب موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 20-23 في دورته ال-54 بدأ المهتمين بالقراءة بالبحث عن التفاصيل الخاصة بالمعرض حيث تم طبعا فتح باب الاشتراك في المعرض خلال شهر ديسمبر وإكتوبر اللي فاتوا وكانت اللجنة المنظمة سنويا لمعرض الكتاب اعلنت قبل كده عن اقامة الدورة ال-54 خلال الفترة ما بين 24 يناير وحتى 6 فبراير وده هيكون طبعا في مقر مركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس تم اختيار كمان الشاعد الراحل صلاح جهين علشان يكون شخصية العام وده كان الخبر اللي معانا النهاردة وده كان الخبر الثقافي اللي معانا النهاردة